سابعاً أقول ورد التنبيه إلى أمر مهم في الرجعة أذكر ما ورد عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام يقول إن الرجعة ليست بعامة وهي خاصة لا يرجع إلا من نحذ الإيمان محظة أو نحذ الشركة محظة إذن الآن قدنا نتحدث عن الرجعة كفكرة كنظرية كأطروحة كواقعة إلهية هذا شيء وبعد هذا نقول نتحدث في الصغرى من سيرجع؟ ما هي الرجعة؟ كيفية الرجعة؟ وقت الرجعة؟ جنس الرجعة؟ أشخاص الرجعة؟ من يجبر على الرجعة ومن يخير إلى الرجعة وفي الرجعة؟ وللرجعة؟ هذا المورد يقول إن الرجعة ليست بعامة وهي خاصة لا يرجع إلا من نحذ الإيمان محظة أو محذة الشركة محظة كما في إزام الناس بجزء ثاني وفي تصحيح الاعتقاد وفي بحار الأنوار